على بعد أقل من 48 ساعة سيكون مكتب عدل على موعد مع معرفة مواقع سكنتهم التابق ورقم الشقة فبعد معاناة دامت أزيد من 15 سنة سيتمكن المكتبون من التشبت بأمل الحصول على شقة تنهي معاناة رحلة بحث تقادفتها رياح تغيير المسؤولين ومعها تغيير السياسات وكالة عدل التي شل نشاطها لعدة سنوات وعلى عاتقها آلاف المكتبين المطالبين بسكنتهم لم تحيي نشاطها إلا في 2013 عندما قررت الدولة إعادة بعث المشروع ودراسة وضعية مكتبي 2001 و2002 حالة بحالة تحيين ملفاتهم وإقصاء المستفيدين لتوقف الرقم عند 80 ألف مكتب الوكالة أطلقت برنامجا سكنيا قدره 150 ألف وحدة سكنية قبل رفعه إلى 230 ألف وحدة سكنية استقبل في نسخته الجديدة أزيد من نصف مليون مكتب تعهدت الوزارة والوكالة بإسكانهم إلى آخر مكتب مكتبو عدل واحد دفعوا الشطر الأول ثم الشطر الثاني واختاروا مواقع سكناتهم في انتظار مقررات الاستفادة المسبقة التي حددت بتاريخ الثامن فيفري 2016 مكتبو عدل إثنان الذين دفعوا الشطر الأول هم كذلك على موعد مع اختيار مواقع سكناتهم ودفع الشطر الثاني بداية من الحادي عشر مارس 2016 المكتبون لا زالوا متخوفين من واقع تقدم المشاريع السكن ما لم تشرع الوكالة في تسليم المفاتيح في حين لا زال البعض منهم ينتظر رد الوزارة على الطعون ومن المكتبين من لم يتم الرد عليهم نهائيا إلى اليوم وكالة عدل التي أعيد هيكلتها بطريقة تتلاءم مع تسريع عملية الإنجاز والمراقبة والتسليم تسعى إلى تسليم قرابة 150 ألف وحدة سكنية هذا العام وفي انتظار اليوم الموعود يبقى أمل نصف مليون مكتب معلقا إلى حين